اول حاجة هنعمل مع بعض السمك المقلي بعد كده هناخده ندخله جوه المسقعة فاحنا عندنا 3 وصفات وصفة السمك المقلي انا هستخدم معاها بولتي انتو استخدموا اللي انتو عايزينه ووصفة المسقعة وبعد كده الوصفة التالتة اللي هنجمع فيها الاتنين مع بعض سمك بولتي زيت للقلي سكر وبتنجن مكعبات مقلي فلفل رومي مقلي فلفل حار انا مستخدمها فراش انتو تقدروا تقلوه وتقدروا تستغنوا عنه لو مش عايزين حار انا هحط حاجة قليلة جدا عصير طماطم وطوم وخل ملح وفلفل وكمون وروز السمك للتقديم ودقيق للتعفير وطوم وخل ولمون وفلفل رومي وفلفل حار وكمون وشبت وكرفس لتدبيل الفراخ فراخ ايه؟ لتدبيل السمك هناخد مقادير تدبيلة السمك هنا اللي هي عصير لمون ملح فلفل اسود بسانت انتي معايا طب ممكن نقسم بقى الحاجات تدبيلة السمك اهي عصير لمون ملح وفلفل وكمون طوم مفروم كرفس فلفل حار فلفل رومي مش مقلي ولا حاجة شبت مفروم دي كده تدبيلة السمك المقلي لو انتو هتقلوا اي سمك حتى لو كان في ليه هاخد التدبيلة دي واضربها باق الكبة نبقى دي اول خطوة كده هاخد السمك بعد ما نضفناه وغسلناه كويس جدا وصفناه ونشفناه وهاخد له تشريحتين كده على كل جنب وتبّلهم بالتدبيلة دي يا مادام نادية بعد ما شرحنا السمك ومادام نادية معانا على الناحيتين هناخد التدبيلة ونبتدي نحطها على الناحيتين وجوه السمكة كمان اهو كده طيب السمك ما بيتتبّلش كتير يعني ممكن 10 دقايق في التدبيلة دي ونبتدي على طول ان احنا نعفر بالدقيق ونقلي اهو بنفس التدبيلة ممكن تعملوا صنية في الفرن على فكرة وتطلع حلوة جدا جدا هاخد السمك على الدقيق الابيض بدون اي اضافات مش حطها له حاجة خالص الناس اللي بتحب السمك يبقى مقرمش ممكن تضيف للدقيق شوية نشا بيخلي السمك يطلع مقرمش اكتر وابتدي اعفر السمكة من النحيتين اهو انزل زيادة انزل على الزيت السخن الغزير بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة خالص يا جماعة واحدة واحدة لحد ما السمك يتقلي هنبتدي احنا نجهز المساقع هناخد في الواق السخنة دي معلقة من الزيت مش حكطر زيت لان السمك عندي مقلي ولكن لازم اشوحها في معلقة زيت فمعلقة زيت واحدة توم مفروم ملح فلفل اسود فلفل حار رشة كمون بسيطة مش كتير تشويحها هنا مش عايزة توم يغير لونه عايزة فقط اشم ريحته زي ما انا شمها دلوقتي كده هقوم طفيه بخلى ابيض انزل عليه بعصير طماطم متسبك حطيه الطماطم يبقى وخلي يبقى على طول هحط معلقة سكر عشان اعادل النكهة ما تبقاش حمضة قوي بقلب تقليبة وبنزل الفلفل الرومي اللي مش حار المقلي بنزل البتنجان الرومي المقلي اي تقطيع انتو حابين هنعدي اكتر تقطيع بحبها عشان لو حد حاب يعمله ساندوتشات او حاجة كده احنا عملنا مع بعض وصفتين الوصفة الاولى البولتي المقلي بالتدبيلة الخطيرة بتاعته بتاع فيرة الدقيق وعملنا بعد كده المسقعة المصري بالخلوط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر